مطالبة حقوقية بالتدخل الدولي في ملف المخفيين قسراً في سجون يمنية تديرها الإمارات تأتي هذه المطالبة بعد حادثة تصفية لثلاثة وعشرين مخفياً قسراً في عدة سجون منها سجناء بير أحمد والمنصورة بعداً منظمة سام للحقوق والحريات والتي مقرها جنيف طالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادثة التصفية والتي بحسب تقرير المنظمة جرت في سجون تدار من قبل شلال وأبو اليمام ويسران وكلهم من رجال الإمارات المنظمة الحقوقية كشفت عن شكوى عاجلة وجهت لوزير الداخلية من معتقلي سجني بير أحمد أكدوا فيها استمرار إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأ منذ أربعة أسابيع وقالت الرسالة التي صدرت في العشرين من ينائر لجاري إن بعض المعتقلين قد مضى عليهم ثلاثة أعوام دون أي تهم واضحة أو محاكمة عادلة وفق سام فإن الشكوى المقدمة لوزير الداخلية أفادت بإخفاء ثلاثة وعشرين من معتقلي سجني بير أحمد بينما أكدت الشكوى وجود ستة عشر جنديا في نفس السجن تم تعذيبهم جسديا ونفسيا وتشير مصادر مقربة بأن هؤلاء الجنود كانوا ضمن تيار المقاومة لميليشيا الحوثي أثناء تحرير عدم كانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد اتهمت الإمارات الدولة العضو في التحالف العربي بإدارة ما لا يقل عن ثلاثة عشر معتقلا سريا وثمانية سجون في مواقع عسكرية تمارس فيها صنوفا شتى من وسائل التعذيب ما جعل حقوقيين يطالبون بالإسراع بإجراء تحقيق دولي عاجل